بالرحب بكل متابعينا وفقرة جديدة عن الجمال النهاردة وايضاً كمان العناية بالبشرة لكن لما نتكلم على العناية بالبشرة لازم يكون المنتجات اللي احنا بنقدمها منتجات مضمونة بنسبة 100% والنهاردة انا كتير اكسايتد مبسوطة جداً احنا قدرنا في سيتشوس عالم التسوق احنا نجيب مركة امريكية لها المختبرات الخاصة بيها اسمها فريز اترنل عملت ابحاث لمدة سنوات كتير متعددة علشان تطلع وتحصل على برقة الاختراع بمادة اسمها البروكسيلين اللي هي طبعاً اتبعتها لوريال قبل كده لكن فريز اترنل قدمتها بشكل مخصوص وبشكل اكبر علشان يكون في امتصاص اكتر على البشرة ونحصل على شد البشرة الحلو النظارة اللي احنا بعايزينها وكمان الشباب اللي احنا بنحتاجوا كل ده في فريز اترنل اللي احنا نتعرف عليه النهاردة من المركة الامريكية فريز يعني عن جد لحنوقف العمر لحنوقف الايجين لحثير بشرتنا حلوة مثل ما ذكرت رانيا وكتير بلمت الحلو كمان بهذا المنتج انه بقلبه مكونات بتساعدك لحتى تصغري بالعمر بتساعدك لحتى ترجعي ترجعي الامتلاء على البشرة ترجعي البشرة تكون بلمت اكتر صح يعني عن جد بتبطل تكبري بالعمر بتظل هيك بشرتك صغيرة بتظل بشرتك خالية من كل المشاكل اللي ممكن كتير اذا بنا نقول تخليك تبيني اكبر بالعمر والحلو انه بناستخدام واحد بتبلش بتحس بالفرق بتحس انه هيك بشرتك عم بتكون مشدودة واكيد بعد 28 يوم بتحصل على الريزولتس اللي كتير حلوين طبعا اكيد لان احنا بكلم على فريز اترنل لكن احنا النهاردة بنقدم عرض جديد جدا من مركة الامريكية فريز اترنل زي ما بتشوفه احنا بنقدم السيروم 30 ميلي وهو طبعا الهيرو هو اللي بيعمل كل المفعولات المميزة علشان خاضر يشد البشرة ويقلل كمان من خطوط التجعيد ويحفز انتاج الكلاجين الطبيعي ويعطي المرونة للبشرة بالاضافة كمان للكريم اللي احنا بنستخدمه بالليل وهو كمان للكريم 50 ميلي اللي انتو بتحصله عليه وطبعا استخدامه بيكون اكتر بيدي نظارة وبيساعد كمان المكونات انها تحفز البشرة اكتر وتشدها وتدي المرونة المطلوبة لكن النهاردة علشان خاطر احنا بنقدم عرض جديد وعرض حصري جدا من مركة فريز اترنل بنقدم لكم هدية وهو سيروم كمان علشان تحصلوا على النظارة المطلوبة وفعلا تعملوا فريزنج لموضوع التجعيد وتحصلوا على بشرة حلوة جدا القيمة الهدية 233 ريال سعودي لكن تعالوا نتخيل السعر ونشوف النهاردة السعر اللي مقدمين وقديم السعر اللي احنا بنقدم لكم ايه لأول عرض مثل ما ذكرت رانيا بس 299 ريال سعودي بتحصلوا انتو على 2 سيروم وبتحصلوا انتو على الكريم 299 ريال سعودي وعننا احنا بس متوفر 100 قطعة او 100 مجموعة من العرض اللي نحنا اليوم عام نقدمه طبعا فريز اترنل مثل ما قلنا بقلبه مكونات كتير حلوة بتخلي عن جد الوحدة تحس وجه مجدود بلمت اكتر زي ما قلت على طول فريز اترنل هي بتعمل كتير من الابحاث لمدة عدة سنوات بقلهم اكتر من سبع سنين بيعملوا مادة البروكسلين عشان حاصلين على برقة الاختراعة تعالوا نشوف دي البشرة بتاعتنا لما احنا بنتقدم في العمر بنخسر الكولاجين بنخسر المرونة اللي هي بتكون مطلوبة علشان تدينا النظارة هنا بتكون البشرة بتاعتنا مافيش كولاجين موجود مافيش طبعا هي الترتيب او المية اللي بتكون محبوسها تحت البشرة اللي بتدي الامتلاء للبشرة كل دا بيسبب على ان خطوط التجعيد بتزهر بنشوف ان البشرة بتاعتنا ما بتكونش دينسيتي ما بكونش كمان يعني الرطوبة حلوة ولا حتى شكل البشرة بيكون اوكي هنا بنشوف انه حتى لو احنا استخدمنا او علينا الكولاجين او حتى حطينا مثلا ابر او فيلرز او بوتوكس او اي شيء بنشوف ان هي ممكن بس تدينا النظارة لكن لسه خطوط التجعيد موجودة عندنا لانه البشرة مش متعالجة من الداخل من الطبقات اللي هي السوفلية اللي هي اهم طبقات للبشرة لكن هنا تعالوا نشوف بعد استخدام فريز اترنل بعد 28 يوم انتو بتشوفوا بعد استخدام السيروم والكريم بتشوفوا ان انتو بتدوا النظارة المطلوبة بتغزوا البشرة بتحفزوا انتاج الكولاجين اللي احنا بنفقده مع التقدم في العمر لكن البروكسلين والبولي بيبتايد وهو البيبتايد الطبيعي اللي هما مستخدمينه بيساعد على انه هو يملى البشرة يديها النظارة المطلوبة يغزيها يخلي مبين الخطوط الخاصة ومبين الطبقات الخاصة للبشرة بتكون ممتلئة بتكون نشطة كل المكونات بتنشط طبيعيا وده اللي احنا بنحصل عليه مع السيروم وحتى كمان مع الكريم تأكيدا على حكي رانيا هاي دولي الصور هاي دولي الصور هاي دولي الصورة لألي انا من دول ميكوب اكيد مع التقدم بالعمر ويصير بيطلع عنا هاي دولي اللي موجودين على حوالي التم بتحسي حتى بشرتك ما بقفل هاي دول امتلاء او ما بتحسيها مجدودة متل قبل بس تستخدمي مثلا اوكي يعني هون عم نشوف ما عندي كتير تجاعيد ما عندي كتير رنكلز بس عندي علامات ممكن تكون تظهر على الوجوهي محفقة التعبيرية متل ما نحنا هون عم نشوف هيدا كله متل ما ذكرنا مع التقدم بالعمر وحتى الجيزبية رانيا يعني نحنا بنعرف انه هي بتاخد من اجسامنا بتاخد لا تحت فاكيد اذا بشرتنا عم تفقد المواد متل ما ذكرت رانيا من الكلاجين للإلاستين ببعض الاوقات الهيرولونيك أسيد لما عم نفقدهم البشرة عم بتكون ضعيفة بتعمل تقولها عم تكون خفيفة فمعنى جرابيتي بتلاقينا عم ننزل لتحت استخدمت فريز اترنل بيهانس استخدمته صار لي مش كتير يعني ما حقول انه انا صار لي 28 يوم لا بس من اول مرة لما استخدمت السيرم بتحسي انك مجدودة صح يعني بتحسي انه بشرتك عم بتكون مجدودة مزبوط ولكن بعد شهر بتصيري بتحسي الفريق اكتر و بتصيري بتحسي انه عن جد الاخطوط اللي موجودين عندك اكتر هلا انا عم بحكين بعد ما استخدمت الفترة كله ولكن بتحسي خدودك تحسي هاي دي الفترة انشدت شوي اكتر هو اصلا كمان البرودكت اول ما احنا استخدمناه بيدي ريحة حلوة ريحة الروزز وفي نفس الوقت كمان بتشوفوا انه فيلا معان على البشرة وتحسوا انه هي فعلا اتغزت بيدي امتلاء بعد حتى اول اسبوع استخدام لكن تعالوا وقولكوا على حاجة تانية وهي لو احنا بنتكلم على المختبر المختبر اللي احنا متكلم عليه هو فريز اترنل هو مختبر امريكي زي ما قلنا الحلو ان هي ماركة لها المختبر الخاص بتاعها فهنا بنشوف ان احنا بنتكلم على انه المختبر ده بيتحقق من المونتجات الرقية اللي هي بتكافح الشيخوخة ومن العلامات التجارية كمان من الدرجة outta وهما بقالهم من الدرجة الاولى في العالم وبقالهم سبع سنين كمان المختبر بيبحث في علوم الحياة الأمريكية علشان خاطر يسوقها في أمريكا وبالتالي بنكون عارفين منتجات بتتعامل في أمريكا أكيد التكنولوجيا والتطور اللي جاي من وراها بيكون مفيد جدا للبشرة بالنسبة لنا شوفوا هنا وهنشوف تلوقتي مع بعض حتى كمان التجارب الحيوية اللي هما بيعملوها في المختبر قد إيه بتكون عملية أحلى حاجة أن المنتج نحن متكلم عليه هنا هو تم استهلاك سبع سنوات قدوها علشان خاطر يقدروا أنه الخبراء والعلماء اللي هما بيعملوا الأبحاث الطبية أنه هما يجوا بالتركيبة المتطورة وهي البروكسلين اللي احنا بنتكلم عليها بالإضافة كمان للبولي بيبتايد وهم من أهم المركبات الأساسية اللي بتدي البشرة النقاء وبتدي بشرة طبعا النضارة اللي احنا بنشايفينها دلوقتي شوفوا قد إيه يعني لما بتحسين فيه ملتج التعب عليه كتير صح؟ وكمان حتى مش بس المختبرات اللي احنا بنتكلم عليها أو مختبر فريز إترنل كمان اتكلم عنها كتير من الصحف زي هنا بنشوف طبعا أنه أنستن ستار هنا بنشوف أنه عام 2020 أطلق مختبر تجميد الأبحاث أو فريز إترنل وهو تطوير علوم الحياة الأبدية أنه أول جوهرة وهي قطر واحدة من الألماس الأزرع في العالم واللي طبعا كمان بتعتبر فيه عمليات كتيرة وعمليات وأبحاث تاريخية علشان شيخوخد جلد الإنسان ودلوقتي أصبح الشباب ممكن مرة أخرى مع فريز إترنل وده نفس المنتج اللي احنا بنقدمه النهار ده هو الموجود بالزبط في المختبر ده بالنسبة للصحف الأولانية الصحف الثانية هنا كمان بنقول واشنطن بوست إن هنا برضو من نفس الشكل هنا بنشوف قد إيه بيشتغل على البشرة قطرة واحدة من احنا بنقول اللي هي الألماس الصغير ودي براءة الاختراع اللي حصل عليها وهي المايكرو موليكولز اللي على طول بتكون يعني أول ما بتخش على البشرة بتخش على طول تختارق كل الطبقات وبتخش على الطبقة الأساسية اللي هي السوفلية تحفز إنتاج الكولاجين هيليرونيك أسد اللي احنا بنفقده وبتساعد على إنه البشرة بتجدد الخلية بتاعتها علشان كده بنتخلص من مشاكل التجعيد وبنحصل على النظارة وبنقضي على الشيخوخة هنا كمان برضو بنشوف إنه صحيفة لوس انجلوس تايمز برضو فريز إترنل نفس المنتج الخاص اللي احنا بنقدمه هو السيرم وهو الهيرو بتاع المجموعة اللي احنا بنقدمه طبعا بيحول في خلال 28 يوم التجعيد اللي احنا شايفينها لأنه بالكيراني عهولي تجعيد أكتر شوي بالك من 28 يوم إذا هدى قد التجعيد أكتر بس هو ده الهدف الأساسي من السيرم هو مش بس بيدخل بيعمل نتيجة فعالة لا هو بيعالج لأنه لا بعدين بالضبط لأنه الحبيبات الصغيرة اللي هي المايكرو اللي هي المصنوعة منها والحاصل عليها براقة تخترع فريز إترنل أول ما بتخش على الوش بتخترق على طول أهم الطبقات اللي هي الموجودة تحت الجلد واللي بتساعد على أنها تجدد الخلايا زي ما شايفين تلوقتي مع بعضه هي دي الديمونز أو الحبوب الألماسية الصغيرة هنا كمان زي ما بنشوف عندنا أنا كمان عام نقدم الكريم أنا حبيت الكريم كمان بالحبيبات الموجودة فيه زي ما شايفين هنا طبعا زي ما شايفين هنا الفريز إترنل وكمان برضو إن هو من أهم المختبرات اللي عملتها فريز إترنل كمان الكريم اللي احنا بنقدمه كتير من الصحف وكمان صور قبل وبعد للسيدات اللي بيستخدموا أيضا الكريم مع السيرم قدقيه عملي قدقيه حلو ضد الجاذبية اللي دايما تعمل لنا السعجنز تعمل لنا التراهل للبشرة اللي بينزل لأسفل احنا دلوقتي بنتكلم شوفوا هنا الموليكولز الصغنطاتين حلوة قدقيه الموليكولز الصغيرة وطبعا ديليها فوائد واستخدامات كتير صغيرة اللي احنا ترق عليها أكيد بسياء هاي دي الفقرة والمنتج اللي احنا عم نقدم لكم يهيه اليوم بقلبه مكونات كتير أساسية ومن أهم هاي دي المكونات هو بروكسلين اللي بيساعدكن لحتى يشد البشرة يعطيه امتلاء للبشرة كمان حبيتوا بيه الباكيج انه هو جاي لالكن والسيل مسكر بطريقة بانه ابدا ما بيتأكسد في عنا هون الابن في عنا الستوب كل اللي عليكم تعملو انكم تحطوا بس الكمية وكل اللي بدنا ايه قطرة واحدة يعني وان دروب هي كافية لحتى تعطيكم الترتيب اللي انتوا بدكن ايه على بشرتكن هون عم نشوف اللمعة الحلوة اللي بيعطيكم اياها الترتيب مقارنة بإذا البشرة ما فيها ابدا اي شي ليك كيف بيعطي هاي دي اللمعة والترتيب اللي كتير حلو هو دا اللي رب اتكلم فيه سارة انه على طول شوفوا يا جماعة النظرة اللي انتوا تحصلوا عليها من اول مرة استخدام تعالوا نشوف الكريم الدقيلي خصائص كتير متعددة وبردو نفس الباكيجينج بيكون حلو الكريم اللي عم نقدمون احنا كريم كتير حلو بقلبه خاصية كتير مميزة وهو اديه هو كمان well sealed صح يعني بمجرد ما انا بضغط بيخد الكمية اللي انا بدي اياها one press بيخد الدوزج اللي انا بدي اياه literally ما بدي اكتر من هيك very concentrated ingredient بيخده على البشرة تبعي بهيدا الشكل بوزعها بالطريقة اللي انا بدي اياها وبقوم بتدليق البشرة بيعطيني لمعة سوبر حلوة بيعطيني الترتيب للبشرة بطريقة كتير مميزة عم نشوف اللمعة ادي كمان كتير حلوة وبنفس الوقت في عنا شفتو هيدولي السمول بارتكولز هيدولي السمول بارتكولز هيدولي السمول بارتكولز هيني اللي وانس شوفو وانس اي بابت ياس ان الماليكولز اللي احنا شايفنها هي دي وهي دي براءة الاختراع المتميزة بيها فريز اترنل هي دي البروكسيلين اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي النقط الصغيرة اللي بتحتوي على البولي بيبتايد وهو ده بيبتايد نشط اللي بيخترق على طول وبسرعة بفضل انه الماليكولز حجمها صغير فبتساعد على ان هي تخترق على طول بسرعة التبقات الصغيرة وكمان فيها الى جانب البروكسيلين هي كمان فيها الهيلورونيك اسد فيها خلاصة الورد اللي بيدينا النظارة وانتي اوكسيدنت وكمان بتحتوي على الهيلورونيك اسد اللي بيساعد على تجديد الخلايا طول الوقت شوفوا الماليكولز الصغيرة دي اللي بيتميز بيها بس فيز اترنل عن المنتجات التانية الماليكولز بتاعتها بتكون اكبر شوية فعشان كده سرعة الامتصاص ما بتكونش اكتر هنا فريز إترنل متميز بالمايكرو موليكل زحر بنتكلم عليها طبعاً بروكسلين هو من المكونات الأساسية كثير من المنتجات التجميل عم بيروحوا لقلة هوني عم نشوف ماركات عالمية ولكن الأسعار كثير غالية هوني عم نشوف الأسعار 1340, 625, 1600 بينما نحن فريز إترنل نعطيكم اثنين سيرم مع كريم بميتين تسعة وتسعين صحيح وكمان يعني برضو من خبراء أمريكان فبالتالي أنتو بتحصلوا على الجودة والتطور تعالوا نشوف مع بعض زي ما قلتلكم الموليكلز الصغيرة اللي هي المايكرو موليكلز قد إيه بتكون مهمة جداً عن الموليكلز الكبيرة وده اللي بيصرع الامتصاص من خلال الفيديو اللي احنا بنشوفه دلوقتي مع بعض مادة البروكسلين اللي هي الأساسية عاملة زي قطع الألماس الدايمونز الصغيرة أول ما بنحطها على طول بفضل إنو الحجم بتاعها صغير فبتخش وبتتغلغ الأعماق البشرة على طول على عكس الموليكلز اللي هي بتكون كبيرة في الحجم اللي بتفضل مترسبها مثلاً على أول أو تاني أو تالت طبقة من البشرة هنا ده البروكسلين هو ده اللي بيساعد على إنو يخش يعمل زي النشط جداً بيصرع عملية تجديد الخلية الهيلورونيك أسيد اللي موجود والكولوجين بيحفزه جداً بيخلي البشرة بتاعتنا بالضبط لما احنا بنبص على الأطفال بلاي البشرة بتاعتهم مجدودة تماماً لكن إحنا لما بنكبر في السن بنخسر الهيلورونيك بنخسر الكولوجين فالبشرة بتاعتنا بتكرمش شوية ما بيكونش فيها الترتيب ولا الميا ده الفريز إترنل حيرجع البشرة بتاعتنا لبشرة الأطفال اللي هي البيبي سكن اللي بتكون مجدودة جداً كمان منشوف النتائج الحلوة اللي بتقدروا انتو تحصلوا عليها هون هيدولي نتائج من المختبرات الخاصة بفريز إترنل عم نشوف كيف بياض البشرة زاد عند هيدا السيدة بنسبة 58% هون عم نشوف كمان بهيدا الوج تحديد الوجه أكتر فعالية بنسبة 68% ازداد تبييض الوجه عندها بنسبة 71% ننتقل لا البشرة الثانية أو الصبية الثانية كمان البشرة صارت أفتح بنسبة 67% تقللت التجاعيد حوالين العين 36% هيدا اللي كنا ببداية الحلقة عم نقوله أنا ورانيا كل الصبية تجاعيدة ملامح وجه تختلف من واحدة للتانية فريز إترنل بشكل عام بيشتغل خلال 28 يوم ولكن حسب تجاوب التجاعيد طبعولك يمكن تعوزي أكتر يمكن تعوزي أقل يمكن الخطوط التعبيرية اللي عندك غميئة شوي متل اللي عندك فبديك وقت أكتر فهيدا الحلو إنه هو هلح يعطيك النتائج اللي بديك إياها ولكن بتختلف الأيام من سيدي لتاني بس بشكل عام بخلال شهر لحتحس الفرق الكتير كبير على بشرتك هو بتحس الفرق على طول من أول مرة زي ما شفتي دروقتي لكن كمان أحلى حاجة إن احنا يكون عندنا منتج إحنا بنتكلم عليه بيكون مضمون بنسبة 100% وجاي معاه كمان السرتيفكت الشهادة الخاصة بي وهي الشهادة طبعا التبية إنه متوافق عليه وإنه في نفس الوقت كمان شهادة براءة الإختراع بتكنولوجيا النعنق الصغيرة والامتصاص اللي هو بيكون point من الثانية وكمان بيكون سبات على الجلد وبتمتصل بش بسرعة وبيتغلغ الأعماغ الجلد من freeze eternal اللي احنا بنقدمه النهاردة منتج أكتر من رائع انخفاض بنسبة 96% من التجعيد زيادة طبعا الشد في البشرة بنسبة 92% وزيادة المرونة بنسبة 98% كمان الشي الحلو بيها هيدا المنتج هي أن أد يعني هي لكل صبية العطر ريحته يس يس عشان خلاصة الورد سوبر حلو يعني حتى لما بتخطيه على وجه مش متل باقي المنتجات اللي منجيبه من الصيدليات أو المنتجات الطبية فيه بقلبه very nice fragrance الريحة أو العطر طبعه كتير حلو تمتص البشرة بطريقة كتير حلوة ترتيب كتير حلو على البشرة كمان الباكيج very well sealed يعني متل ما بيقولوا هيدا المنتج كامل مكمل ما نقصوشي وحتى سعره كتير توفيري 299 ريال سعودي فعلا المجموعة كلها متكملة علشان تشذي البشرة وعلشان احنا كمان نديكي فرصة انك تستعملي السيروم اكتر قدمنا لك النهاردة السيروم 30 ميلي الكريم اللي احنا بنستخدمه بالليل طبعا 50 ميلي وكمان هداية مجانية علشان اول launch على سيتروس عالم التسوق قيمته 233 ريال سعودي هداية مجانية السيروم كل دول مع بعض فقط بسعر 299 ريال سعودي مش قدرة صدق بقدر الوفر ولا انا اتسلم ايزم الوفر ومية قطعة فقط الى موجودين يعني كمية كتير محدودة فلكل الاشخاص اللي عم بيتابعونا للحصول على هيدا العرض وهيدا المنتج الاتصال فينا على الارقام الظاهرة قدامكم على الشاشة ما تنسوا ابدا تذكروا رأم المنتج لمركز خدمة العمل اللي تتسهل عليكم عملية الشراء واكيد انا ورانيا مللقيكم بفقرات جاية لحقوحالكم مية قطعة بسعة من قديم من هيدا العرض انا رابط ورانا جاية ركيتا وراءة البردنج المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة